منتخبنا وصل بسلامة الله للقاهرة بعدما حافظ على صدارة مجموعته في التصفير منتخب مصر وصل النهارده القاهرة بعد التعادل مع غينيا بيساوب بهدف مقابل هدف في الجولة الرابعة من التصفيات حافظنا على صداراتنا للمجموعة بعشر نقاط وان شاء الله في مارس اللي جاي ادري ان عازز التفوق ونقول وقتها مصر رسميا في كاس العالم يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بعثة منتخبنا الوطني وصلت للقاهرة بسلام بسلامة الله النهارده الصبح بعدما تعادلنا مع غينيا بيساوب بعدما حافظنا على صدارة مجموعتنا عشر نقاط مهمين جدا وزي ما قلت لكم مبالح احنا في كاس العالم ان شاء الله بإذن ده كاس العالم 2016 هيشهد تواجد منتخبنا الوطني وشرحت لكم ليه مبالح وقلت لكم المباريات المتبقية ايه طيب على ضوء ما شاهدناه من مباريات اللي جمعنا فيهم عشر نقاط وعلى ضوء اللي بيحصل في هذه المجموعة المنتخبات اللي تحتنا بتكسر في بعض والنتائج بتاعتهم متقربة جدا فبيقعوا بعض وعلى ضوء حالتنا ونظريا وعملين وكل شيء نقدر طبعا نوصل كاس العالم ولما بقول بلاش كل شوية نقول بسهولة عشان بس لعبتنا تاخد الموضوع بجدية جهاز الفني ياخد الموضوع بجدية عشان ما نستسهلش الموضوع قوي فيقلب عكس تماما وناخد صدمات الطبيعي نكسب كل المنتخبات اللي في المجموعة الطبيعي ان احنا المباريات اللي جاية كلها ناخد نقاطها وبالكتير نخسر مباراة بالكتير قوي يعني وتبقى مفاجأة كمان بس هنوصل كاس العالم طيب احنا محتاجين ايه من الكابتن حسام حسن دلوقتي وجهازه الفني محتاجين شوية هدوء محتاجين شوية تخطيط محترم عايزين ايه على مدار سنتين نعمله يعني ايه يعني الكابتن حسام حسن دلوقتي محتاج يتكلم مع رابطة الاندية مع اتحاد الكرة هجماعة خلال السنتين دول محتاجين مصابقة منتظمة هجماعة خلال السنتين دول محتاجين افكار ازاي ندي فرصة اكبر للشباب ان هم يلعبوا مع الفرق بتاعتهم محتاجين افكار ازاي نطلع لعيبة تلعب في اوروبا هتقول لي ليه عشان التصفيات اقول لك لا عشان لما نلعب في كاس العالم عشان لما نلعب في كاس العالم ما نجيش بقى ايه انا ومعايا الكابتن حسام حسن وبقاية الزملاء والجماهير ونقول اصلحة مش عارفين نلعب في كاس العالم عشان ما عندناش محترفين اصلحة مش عارفين نلعب في كاس العالم عشان ما عندناش مصابقة دورة منتظمة مش عارفين نلعب في كاس العالم عشان ما عندناش لعيبة شباب فيها عندها مواهب ما عارفناش نوصل لكاس العالم عشان فيه مجملات ومش عارف ايه هنبدأ نقول الكلام ده كله صح؟ معنا سنتين اهو بقى اه على فكرة السنتين الدول مش كفاية ان احنا نعدل فيهم الكون بس يعني ناخد خطوات فارجو من الكابتين حسام حسن الفترة اللي جاية دي جلسات كتير بقى هروح عقود مع ربطة الاندية هروح عقود مع اتحاد الكورة هروح عقود مع الاندية مع مدربين الاندية نقعد نتكلم ونفكر ونشوف ازاي نلحق نطور في سنتين علشان لما ان شاء الله نبقى في كاس العالم نقول احنا عملنا اداء مشرف مش ظهور مشرف لأ اداء مشرف اداء ونتاج مشرفة مشكلتنا كلنا مش بس منتخب مصر كل المنتخبات الافريقية والعربية ان المنتخب المغربي على سقف الطموحات ده منتخب خد مركز رابع من الاربع الاوائل في كاس العالم فما بقى شي نفع اقول اروح بس يعني ان شاء الله يعني نعمل نتاجك ونعمل اداء حلوة بس ونتاجك يعني هي وزرفة لأ على الال يبقى نحط هدف ان احنا نسعد من الدور الاول هدف ما هيبقى هدف تاريخي ان اول مرة منتخب مصر يعمل كده بعدها هيبقى عندنا هدف تاني وتالت ورابع ويبقى عندنا الحماس والرغبة ان احنا نوصل لبعيد في كاس العالم وليه لأ هتقول لي بدري اوي الكلام ده هقول لك هو مش بدري ده متأخر جد ده ما بنتكلم في سنتين بس انا طالب فيهم تطوير كبير في كرة القدم المصرية بشكل عام عشان نظهر بشكل كويس في كاس العالم فسنتين دول قليلين جد بس يلا حتى لو جايين متأخر نبدأ ننسى بقى مين زعلام الكابتل حسام مين بيحب الكابتل حسام مين عايز الكابتل حسام ينجح مين عايز الكابتل حسام يخسر مين بيقول ان حسام حسن عنده مشكلة مع محمد صلاح مين بيقول ان امام عشور عنده مشكلة مع حسام حسن مين بيقول مين حارس مرمى منتخ مصر الاساسي ننسى بقى كده يعني بص كل ده بقى في اللي جاي حاجات صغيرة اوي اوي نتكلم بقى في الحاجات الكبيرة ده فيما يخص منتخب مصر الأشعة اللي خضع عليها مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر أثبتت أنه عنده إصابة بجزع من الدرجة التانية بالرباط الداخلي الرجبة الحمد لله بعيدة عن القطع في الرباط الصليب الحمد لله كنا عايزين نتطمن ما تحدتش فترة غيابه بس إن شاء الله مش هتكون فترة غيابك بلواء كنت أتصور وأتوقع مش رأي طبي يعني إنه على الأقل هيبقى شهر ممكن أكتر شوية وأتوقع جداً إنه مصطفى محمد كان في اهتمامات ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي إنه يبقى موجود من التلاتة الكبار في الأولمبيات اللي جاية فقال كده مصطفى محمد هايلحق الأولمبيات أظن إنه ممكن ما يلحقش أظن برضو ده مش كلام طبي ده كله توقعات يعني لما بنسمع إصابات شبه دي بنفهم الغياب ممكن يبقى عامل إزاي بس لسه الجهاز الطب هيعلن فترة الغياب بالزبط وإن شاء الله تبقى فترة قليلة وإن شاء الله لو ميكالي فعلاً محتاج مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات يبقى جاهز ليها إن شاء الله طيب منتخب الأولمبي النهاردة كان بيلع منتخب كوديفور وده ينفذ بهدفين مقابل هدف واحد محمود صبر سجل هدفي منتخب مصر في الديئة 17 والديئة 19 شوت التاني الأداء قل شوية وبصراحة بقى بصراحة إيجابيات كويسة وفي لعيبة كويسة جداً منتخب الليبون إن شاء الله يشرفونا بس الهدف اللي دخل فينا هدف بايخ قوي قوي ده موتيليع هدف وحش أخطاء دفاعية غريبة وحالة لغبطة كده مش طبعي أنا أصلاً أبقى خاف أنا من الحاجات دي منتخبنا الأول كان بلعب قدام غينيا بيسوي شوية تحديدة كويسة أول بس قبلها بيخش في هدف سازج جداً بأخطاء دفاعية سازج جداً إحنا ممكن نعمل كل حاجة في الكرة حلوة منتخباتنا كلها وفرقنا كلها بالمناسبة بس دايماً عندنا مشاكل دفاعية إن شاء الله ميكاليا تدارك هذه الأخطاء قبل الأولمبياد ونظهر بشكل كويس في الأولمبياد بإذن الله ده خبر اللي جاي بقى امشوا معايا فيه وحدة وحدة هذه كواليس تسمعوها لأول مرة تخص مستقبل فريق النادي الأهلي بواحدة وحدة امشي معايا كان بدأ تسمعوها لأول مرة بالتفاصيل المملة جداً كل حاجة كل حاجة مارسي كولر كان يقعد مع بارح مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتكلمه في تفاصيل كثيرة عن مستقبل فريق النادي الأهلي امشي بقى معايا وحدة وحدة هنرقمها يعني رقم واحد كريستو كريم الدبيس خالد عبد الفتاح التلاتة دول كريستو كريم الدبيس خالد عبد الفتاح التلاتة دول مارسي كولر قبلك كابتن محمود الخطيب انه خلاص هو مش عايزهم في الفريق السنة اللي جاي يعني النادي الأهلي يبحث اليوم عن عروض ويرحلوا عن الفريق دي كانت متوقعة بنسبة كبيرة ما بيشاركوش مع مارسي كولر خالص تقريباً وبالتالي ده شيء متوقع مش بقولك مفاجأة في هذا الأمر المفاجأات جاية ركز معايا في الأسماء اللي جاية دي وما تتخطش أول ما أقولك الأسماء عشان أشرح لك الوضع بالضبط محمد الشناوي محمد مجدي أفشا محمود عبد المنعب كهربا أليو ديانج طهر محمد طهر الخمسة دول الخمسة دول الخمسة دول تاني هقولهم لك محمد شناوي محمد مجدي أفشا كهربا أليو ديانج طهر محمد طهر الخمسة دول مارسي الكولر لا يمانع راحلهم إذا وصلت للنادي الأهلي عروض مناسبة ليهم ما قالش انهما مش مهمين قال انه يستطيع تعوضهم مع النادي الاهلي والصفقات الجديدة يستطيع تعوضهم يعني لو بقوا مع الفريق ومعجلهمش عروض مناسبة هيستخدمهم هم عندوش مشكلة معاهم بس لو جات لهم عروض اه لا انا موافق تبعوهم انا موافق تعروهم ما عنديش مشكلة اقولهم لك تاني محمد الشناوي محمد مجدي افشا محمود عبد المنقيم كهربا اليو ديانج طاهر محمد طاهر مارس الكولر لو وصلت لهؤلاء اللاعبين عروض مناسبة موافق انه هما يرحلوا عن نادي الاهلي بالشكل محترم ومناسب بالمناسبة فيما يخص اليو ديانج الرحيل بتاعه بالنسبة للمارس الكولر مشروط ايه هو الشرط ايه هو انه يتم التجديد لعمل السلية وعمل السلية يكمل مع الفريق طيب لو عامل السلية مشي عشان عامل السلية عنده بعض العروض الخالجية ومحمد الشيناوي بالنسبة للمارس الكولر حارس كبير بس هو شايف لو جيه عرض مناسب للنادي الاهلي ولللاعب انه يرحل كان بيرفضه قبل كده دلوقتي بعد تقلق مصطفى شبير تمام ممكن يمشي هو كان الآن لو رحل محمد الشيناوي على النادي الاهلي ما يكونش فيه البديل المناسب هو شايف الأسنة فيه البديل المناسب ودائما محمد الشيناوي عنده عروض عشان كده اتسأل مارس الكولر فيما يخص محمد الشناوي طيب بالنسبة للصفقات الجديدة الأهلي بيفكر فيها زين الدين بالعيد اللعب الجزائري المدافع الجزائري الأهلي خلص فيه خلاص أيامه الأهلي يعلن رسميا التعاقد معه اللعب الأهلي ما زال في مفاوضات متقدمة مع يحيى عطيوط الله و مع محمد كونتي اللعب البوركيني المهاجم البوركيني بالمناسبة جونسان نجويم الزهير الأيصر لنادي فيوتشر اللعب الكاميروني دخل اهتمامات النادي الأهلي دخل اهتمامات النادي الأهلي طيب دخل اهتمامات النادي الأهلي ليه هو تعرض على مارس الكولر بس لسه مارس الكولر ما خدش كرار فيه عشان مارس الكولر في اجتماعه مع كابتل محمود الخطيب قال له علي معلول يعني ممكن ما استفيدش بيه الفترة اللي جاية فلو حبين يعني خلصتي بقدان هيتعاودوا مع النادي الأهلي تمام بس يتعوضوه بياحية عطية الله او ما هو ما قالش جونسان نجويم تم ترشيح جونسان نجويم عليه بس لسه ما خدش فيه قرار بس ياحية عطية الله هو أولوية لمارس الكولر اللعب المغربي زي الأيصر المغربي وبالمنطق الأجانب دون قلب خلاص أنا علي معلول يعني مش هادر أستفيد منه السنة الجاية أستفيد بين السنة الجاية وبالتالي خلاص مش محتاجه النادي الأهلي كابتل محمود الخطيب والنادي الأهلي لهم وجهة نظر مختلفة في هذا الأمر انه لا يعني لأمور معنوية وتقديرها لتاريخ علي معلول فممكن يتكدد له سنة استفاد بيه مارس الكولر أهل وسنة ما استفادش خلاص هيبقى موجود مع الفريق محمد شريف موقفه هو مع النادي الأهلي محمد شريف مارس الكولر قال انه لا يمانع تواجده في الفريق الموسم اللي جاي اذا لم ينجح النادي الأهلي في تحقيق طلباته بالنسبة للمهاجمين اللي طلبهم او طلب التعاقد مع أحدهم الفترة اللي جاي يعني هو سايم محمد شريف كخيار أخير في حال انه الأهلي لم يوفق في التعاقد مع مهاجم أجنبي من الأسماء اللي عرضها ده بالنسبة لمحمد شريف طيب أحمد الكندوسي مارس الكولر قال بشكل واضح ممكن تسوقه أنا مش عايز أحمد الكندوسي أحمد الكندوسي مش هيبقى مفيد لطريقة لعبي وللفريق الفترة اللي جاي أحمد الكندوسي مش هيبقى ليه مكان مع النادي الأهلي الموسم اللي جاي بقرار من مارس الكولر ده فيما يخص كل ما هو يفكر فيه النادي الأهلي الفترة القادمة على مستوى اللاعبين الراحلين أو على مستوى الصفقات الجديدة نرجع تاني ليه منتخبنا الأولمبي اللي بنتمناله إن شاء الله كل التوفيق فيه الأولمبيات القادمة بإذن الله معايا عبر الهاتف الآن كابتن محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا أهلا بيك يا فندم طمنا بقى على المنتخب الأولمبي بعد كمان المباراة النهاردة الحالة عاملة ازاي الحالة الفنية عاملة ازاي خلاص المنتخب في جاهزية تم لسه فيه بعض المعسكرات والإجراءات الفترة اللي جاي يعني احكيني الوضع بالنسبة للمنتخب الأولمبي قبل الأولمبيات إن شاء الله يا فندم والله الحمد لله النهاردة عامينا المعسكر كان المعسكر بدأ من يوم واحد حداشر بدأ من يوم واحد غيرت يوم حداشر أنا لعبنا في المبارايتين مع متخب كوتو بار أهلاو سمعني فضل يا فندم الحمد لله مستر ميكري حمد لله معجب من المعسكر وعداء اللعيبة عدنا مبارايتين طبقوا فيها اللوة بنفسجة التمرين حكا كويس لعبة كوتو بار لعبة محترفة وأجسام قوية وبنيان قوي فكان فيه استفادة حمد لله كنا حوالي 24 لعيب في المعسكر شارك منهم واحد وعشرين لعيب مدى أجل من ثلاث حراس ومال لمشاركوش فتقريبا نعمل شاف كل اللعيبة اللي موجود معنا في المعسكر وده برضو ميزة تدينه نوة يبقى شاف كل اللعيبة وده فرص للعيبة كلها قبل إعلان القايمة النهاية عظيم القايمة النهاية تعالى إمتى يا فندم ثلاثة سبعة إن شاء الله ثلاثة سبعة هل في مباراة ودية قادمة أم لا خلاص كده استكدام آه لا إن شاء الله لسه هنعمل معسكر قبل الأولمبيات إن شاء الله من يوم عشرة سبعة هيكون في فرنسا عظيم في مدينة بردو هنلعب خلال المباراة ودية تين اتأكد المباراة أو المباراة يوم 14 مع أوكرانيا ولسه المباراة الثانية إن شاء الله بنتفاوض عليها عظيم جدا ليه ملعبناش مع الأرجنتين يعني عشان ده سؤال برضو الجوائل بتسأله بالنسبة للموضوع الأرجنتين أو المعسكر داتا حبيبا كان محدد تبخل الخطة اللي إحنا كنا حط هنلعف بطول الطلون جات بطول الطلون تحولت تحت 20 سنة فطبعا ما يتعش نشارك فيها وها كلها منتخبات تحت 20 سنة فبدأنا نشوف منتخبات تانية نقدم العيبة كان في الأرجنتين توصلنا معهم لكن كان في تخاوفات صحية شوية على اللعيبها على طول المسافة والإرهاق اللي يحصل وبعد نفسها نحن كنا نعب يوم 11 رماتشي التاني وعبال ما نرجع ولا هي بحاجة تشارك عطول ما عن ديتها فكان فيه تخاوف طبي من الأثار ممكن تأثر على اللعيبها في الدوري والأقدر اللي يحصل لهم مسابات للضر منها احنا وده فكان نختار التاني كلمنا أرجنتين بتعالونتو برضو هما رفضوا انهم ما ييجوا وبدأنا نشوف حلول أخرى لاينا منتخب كوتوفار منتخب قوي لعبة محترفة نستملع في فرنسا الشارفات وملعب العراق فبرضو المتاخبات المتأهل الأولمبياد بتلعبوا يعني فأنا هنا متخب قوي وخصوصاً احنا ممكن برضو خلي ما اكيد احنا نقابل متخب أفريق احنا ناخد من المجموع اللي فيها مالي فممكن تلعب مالي فمدرسة برضو هتلعبها يعني مش مش حاجة مختلفة خبر إصابة مصطفى محمد أزعادكم كجهاز فني للمنتخب الأولمبي أكيد طبعاً أي لعيب بصري يصاب يعني أكيد نزح للمية ربنا أعوه بالسلامة إن شاء الله بس أكيد كمان إن هو واحد من المرشحين ربما يخش من التلات طبعاً طبعاً إن شاء الله هنتوصل مع دكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول وإن شاء الله يطمننا وإن دكتور طرق سليمان برضو طبيب المنتخب الأولمبي يتواصل معاه وإن شاء الله الوضع يوصل الحلائي هل وصلت لكم موافقات بالنسبة للعبين المحترفين من أنديتهم إن هم يشاركوا في الأولمبياد كلاعبين كبار يعني محمد صلاح تريزيجي أحمد حجاز أنا عرف أنتم عدتوا تقريباً لكل الأندية عشان تاخدوا موافقات مبداية لحين ما يختار ميكالي قائمته هل تم الوصول لموافقات من هذه الأندية؟ والله إحنا نحن نحن ما بعتماش للأندية ما بعتماش يعني هو لسه المستر ميكالي إن شاء الله خلاله يومين الجايين هاي بقى في اجتماعات نشوف المرشحين بالنسبة لهم من إن شاء الله من الكبار ونبدأنا التواصل مع عنديتهم ومع اللعبة وتشوف الإمكاني إن شاء الله نكونوا معا إن شاء الله كابتن محمود حرب مدير منتخبنا الأولمبي أنا بشكرك شكرا جزيلا وأتمنى لك يا رب بكل التوفيق مع الجهاز الفني واللعبين في الأولمبيات القادمة بإذن الله طيب دي حكاية أنا أعطي لكم الكصة بتاعت النادي الأهلي بالكامل يعني فيما يخص ما يفكر فيه النادي الأهلي النادي الأهلي بالنسبة للسنائي أليو ديانج وبيرسي تاو غالبا هيكونوا خارج حسابات الجهاز الفني للفريق أمام فاركو يوم الجمعة اللي جاية فيه الدوري الممتاز اللي اتنين اتأخروا بالنسبة للانضمام إلى تدريبات الفريق بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم وبالتالي غالبا مش هيتم الاعتماد عليهم في مباراة فرق مش هوا موجودين يعني كمان وكيل اللعب الفرنسي المعاجم الفرنسي أنتوني مودست مواجم النادي الأهلي حصل على تأكدات من إدارة النادي الأهلي بانتهاء عقد اللعب بنهاية الموسم النادي الأهلي بلغ وكيل أنتوني مودست أنه العادة بتاعها هينتهي بنهاية الموسم مش 30 يونيو مودست هينتهي لنهاية الموسم الaucux 15 أغاصلس وبعد كده خلاص هيبدأ نهاية مشوار أنتوني مودست مع النادي الأهلي مفيش هو لو واحد في المليون نسبة أنه مودست مكمل مع النادي الأهلي أكتر من كده دي المعلومة بس همما قالوله بس ايه هو مكمل معنا الأخير الموسم 36 دي مش موجود دي حكاية حكاية أخرى من النادي الأهلي النادي الأهلي في مفاوضات كثيرة جدا مع وكيل المهاجم البركيني محمد كنتي وفي بعض المماطلات في الرد على عرض النادي الأهلي وبحسب ما وصل النادي الأهلي أنه وكيل اللاعب بيحاول يدور له على عرض في الخليج يستفيد من أمور مالية أكبر النادي الأهلي طلب من وكيل اللاعب البركيني أنه يحسن موقفه تماما عشان يشوفه البداية لو هو مش هينضم ليه النادي الأهلي خلال هذه الفترة النادي الأهلي في انتظار الرد من كنتي ووكيله على عرضهم لي بالنسبة للانضمام للفريق في الموسم الجديد مواجم كويس على فكرة ماشي مارسي كولر بالمناسبة أفل تماما فكرة عودة محمد شكري زي الأيصر لسرمية كولوباترة للفريق هو مش عايز محمد شكري وهو مش مقتنع بمحمد شكري كإمكانيات بالنسبة للفريق ودائما بقول لما بقول مثلا مارسي كولر مش عايز محمد شكري ده مش محمد شكري لعب ساي هو الراجل عنده طريقة معينة نظام معين شغل معين شايف إنه محمد شكري لا يتناسب مع محمد شكري ممكن يتقلق ويكسر الدنيا في حتة تانية بس هما هو أبلغ النادي الأهلي إنه مش مهتم بيه محمد شكري المصاب حاليا بقطع في الرباط صليب ربنا يشفي إن شاء الله ويرجع في أسرع وقت ليه الملع محمد شوقات مارسي كولر بالمناسبة مارسي كولر بلغ النادي الأهلي إنه المراضي طلباته عايزها بالزبط يعني إيه بالزبط قبل كده مارسي كولر كان بيحط خيار اتنين تلاتة بالنسبة للعاب اللي عايزه أحيانا الأهلي لا يقفق في الخيار الأول والتاني والتالت فيشوفوا الواحد رابع والدول فكان بيمشي الحال زي ما حصل مع محمد شكري بالمناسبة فقال لهم لأ أنا عايز واحد من التلاتة دول فأي مركز بقى هو بيطلبوا ما تجيبوا ليش رابع لازم تخلصوا لي واحد من التلاتة يعني ناشف أول مراضي في القصة دي عشان ما يتحطش في موقف زي اللي يتحط فيه مع أنطوني مودس هو هتحمل مسئولية انضموا ليه النادي الأهلي في كل حول هو هتحمل مسئولية ده موافقة في النهاية إنه مودس ينضم للنادي الأهلي طيب ريال مدريد الشكله كده مش عايز يليه عركز العالم للأندية بنظامها الجديد اللي هي هتبقى في الصفر القادم إن شاء الله صفر الفين خمسة وعشرين شكله كده مش عايز يلعب كاس العالم للأندية إحنا روحنا سألنا بعض الصحفيين الأسبان بعض المسؤولين الصابقين والحاليين يعني حاولنا إيه نجمع كده الأفكار طيب أقول لك الأول القصة فين القصة إن شلوتي كان طلع تكلم إنه المشاركة مش مجدية ملينة وحشرح لك ده دلوقتي وإن بعد كده دي تطلع بيان وقال لأ إحنا هنشارك في البطولة بين ده وده في كواليس كتيرة تعالى أقولها لك يالما دي دي أرى المشاركة في كاس العالم للأندية عالفين خمسة وعشرين ستكون غير مفيدة مديا حيث سيحصل النادي على ما يكرم من عشرين مليون يورو نظير جولته الصيفية التي يأخذها على الأراضي الأمريكية خلال فترة إعداده للموسم الجديد وبالتالي خود كاس العالم للأندية بنظامه الجديد سيزيد ضغط المباريات عليه قبل انطلاق الموسم الجديد على مستوى المادي لن يفيده خاصة أن الفريق سيحصل على نفس المبلغ لا سيحصل عليه من إعداده في أمريكا يعني هيروح يعمل فترة إعداد في أمريكا ياخد عشرين مليون يروح كاس العالم للأندية ياخد عشرين مليون فرونتينو برئيس رئيس نادي ريال مدريد يحاول الضغط على أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكورة القدم بسبب رفض الأخير في وقت سابق فكرة أقامة السوبالليج الأوروبي يعني هو مش هتخلي السوبالليج يتلاعب مش هلعب في كاس العامل الآن دا قيمة المباراة الوحدة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا تبلغ عشر فاصل سبعة مليون يورو وبالتالي قيمة خود الريال لمباراةين فقط في دوري الأبطال تتخطى قيمة المبلغ اللازم من المفترض حصول النادي الأسباني عليه مقابل مشاركته في مندياء الأندية بالكامل وهو ما يجعل الأمر غير منطقي بالنسبة لإدارة النادي الأسباني تصريحات كارلو أنشلوتي وتهديد ريال مدريد بعدها من المشاركة تهديدا صريحا للاتحاد الدولي لكورة القدم للضغط عليه من أجل زيادة العائد المادي لكل فريق مشارك في كأس العامل الأندية وهو الأمر الذي قد يعود بالنفع على النادي الأهلي حال عايف أنت اللي هو إيه وقعدوا أنتوا تخنقوا مع بعض وخليني احنا نستفيد في الآخر يعني تخيل كده الآية اللي هي في كأس العامل الأندية وخد عشرين مليون يورو كتير رقم يعني رقم يعني عكاين عشرين مليون ميت مليون جنيه مثلا بتشعر في حسب الحاجات دي بس رقم ضخم جد جدا 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 لو حصل الرقم ده وخدوا النادي الأهلي هتبقى صفقة ميت مليون إيه ده أكتر أكيد طبعا إيه ده أنا نبعفش أحسبه ولا إيه لا يبقى أكتر من بكتير بالكلام ده يعني لسه أنا بس أحسبوه معايا يا جماعة اتنين فمسين لأ أكتر بكتير ده يبقى ده مليار مليار جنيه نا مليار جنيه ياخد كده مليار جنيه مليار جنيه النادي الأهلي لو بالرقم ده يخش كسر عاملا ده خد مليار رقم رقم وراء المدريد طبعا عامل قصة وعمل حكاية وبيتكلم على الفلوس وبيتكلم على الأمور المالية وبيتكلم على مشكلة مع الاتحاية الدولي وانتو عارفين الحكاية يعني ده الكلام اللي ايه الكواليس والكلام اللي بيتنشر بس هو يبدو كده ان ريال مدريد الآن شويتين تلاتة من الأهلي خايف من الأهلي قول انك الآن قول انك خايف تلعب النادي الأهلي في كاس العامل الآن ده طبعا حدل الوقت عمالية حكا له ايه ده شوف ده بيخرف ده اكيد بحذر يعني بحذر يعني اكيد بحذر ان شاء الله مشاركة مشرفة لنادي الأهلي في هذه البطولة واكيد لازم يكون فيها ريال مدريد موجود في البطولة كمال عشان تزيد منكمتها بإذن الله تعالوا روح نشوف تأرير مهم جدا عن مركاته والنادي الأهلي المنتظر وبعد كده نروح فاصل ونرجع نكمل أخبارنا خليكم معنا الدعم مستمر لتحقيق المزيد من النجاحات هكذا يعمل مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي حيث يبحث عن تدعيم صفوف الفريق الذي يقوده السويسري مارسل كولر ببعض المراكز وذلك تلبية لاحتياجات المدرب الذي يبحث عن حصد المزيد من الألقاب للقلعة الحمراء واستطاع النادي الأهلي أن يتم اتفاقه للحصول على خدمات الجزائري زين الدين بالعيد الذي يجيد في مركز قلب الدفاع قادماً من اتحاد العاصمة الجزائري بعقد يمتد إلى أربعة مواسم وذلك تحسباً للرحيل المحتمل لمحمد عبد المنعم وكذلك محمود متولي ويعد بالعيد من أبرز اللاعبين الذين أثبتوا تألقهم على الساحة الإفريقية خلال المواسم الماضية مع اتحاد العاصمة فلم تقتصر موهبته على إيجادته لمتطلبات مركزه الدفاعي فقط بل يظهر اللاعب تألقه الهجومي من خلال إيجادته تسجيل الأهداف عن طريق الرأسيات السجل خمسة أهداف على مدار الموسم الجاري مع فريقه الجزائري ولا يزال بحث الأهل مستمراً عن تعويض غياب تونسي علي معلول في مركز ظهير الأيسر إذ يسعى مجلس إدارة القلع الحمراء لحسم تعاقده مع يحيى عطية الله لاعب سوتش الروسي الحالي والوداد المغربي سابقاً مستغلاً عدم حصول اللاعب على فرصة المشاركة باستمرار مع فريقه الروسي ورغبته الواضحة في الرحيل فضلاً عن خبراته الإفريقية والذي توج مع الوداد من قبل بدور أبطال إفريقيا موسم 2021-2022 وفي الخط الأمامي للأهل تأكد رحيل أنتوني مودس تعقب انتهاء عقده بنهاية شهر يونيو الجاري ليكون البوركينابي محمد كونتي المحترف بصفوف أخمات الروسي الهدف الأساسي للقلعة الحمراء في الوقت الحالي خاصة مع أرقامه المميزة مع فريقه وذلك بعدما سجل 13 هدفاً وصنع هدفاً خلال 35 لقاء هذا الموسم ليسعى النادي الأهل للاستفادة منه بالتعاقد معه وبين تدعمات دفاعية وأخرى هجومية يسعى الأهل لمواصلة نجاحاته المحلية والإفريقية تحت قيادة السويسري مارسل كولر يا أهلاً بحضراتكم مرة أخرى من شوية قبل الفاصل كنت بتكلم معاكم عن الصفقات المحتملة للنادي الآلي اللعبين الرحلين المحتملين عن النادي الآلي أما فيه ما يخص ما يدور في نادي الزمالك وكواليس ما يحدث في نادي الزمالك ما بدأين كده الزمالك عنده إيقاف كيد فكل حاجة معلقة يعني إيه معلقة؟ يعني الزمالك مش واخد قرار نهائي برحيل لعبين بس صحات أسماء في حال رفع إيقاف الكيد في لعيبة هتمشي ده واحد اتنين لسه الزمالك مش قادر يخش بشكل في جدية في شراء أو التعاقد مع لعبين ليه؟ لسه لسه ورده ما فيش رفع إيقاف الكيد والزمالك في طريق الحل هذه الأزمة بالمناسبة يعني طيب في حال رفع إيقاف الكيد إيه اللي هيحصل؟ مبدئياً كده محمود علاء محمد أشرف رؤى ماشيين من نادي الزمالك ده بطلب من جوزي جوميز الموديل الفني للفريق رؤى عنده عرض من النادي المصري البورسعيدي محمود علاء عنده عرض من نادي بيرامد وبالتالي الاتنين دول أول الناس اللي ماشيين من نادي الزمالك في حال رفع إيقاف الكيد مش هكررها بقى خلاص عرفتوها في حال رفع إيقاف الكيد طيب سواء بقى تم رفع إيقاف الكيد أو لأ إبراهيم النضاي ده ماشي 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 تم إبلاغه بالرحيل من نادي الزمالك بنهاية عقده بنهاية الموسم الحالي يوسف أوباما لسه موقفه مش معلوم قوي ليه الزمالك عنده رغبة إن أوباما يكمل مع الفريق بس هو عايز عشان يجدد عقده محتاج إنه ياخد في الموسم 12 مليون جنيه الزمالك مش عاجبه الرقم ده وعايز يخفض الرقم لو توصلوا للتفاق وتم تخفيض الرقم أوباما يكمل مع نادي الزمالك ما توصلوش أوباما راحل عن نادي الزمالك متيابة لاتجاه الأول في نادي الزمالك إنه يخرج إعارة من الفريق إعارة مش بيع إنه يعيره يستوي شويتين تلاتة وإن كان لسه نجاب جول في الجزائر يعني في تصوير كاس العالم يستوي أكتر شوية وبعد كده يرجع نادي الزمالك تالي بالنسبة ليسر حمد لاتجاه الأقرب رحيل اللاعب بناء على طلب من جوزي جميز طيب من الصفقات بقى اللي الزمالك بيفكر فيها للموسم الجديد أول واحد أيمن سعيد مكة لاعب فريق الجونة لاعب وسط هو وقع بالفعل على رغبة لللاعب في نادي الزمالك يتوقع طبعا حسم الاتفاق بين الناديين الزمالك والجونة الزمالك كمان مستني موقف أشرف من شرق وتكلمتكم في الأمر ده مبارح مستني موقف أشرف من شرق من عرض الغرفة القطري حال عدم انتقاله للغرفة القطري الزمالك هيدخل في مفاوضات جدة مع اللاعب للتعاقد معه في الموسم الجديد وأخينا بشرط رفع قواف القيد طبعا نهارده الصبح أحمد حمدي المتقلق المبدع جدا اللي في وقت تتقلقه والبيك بتاع مستوى جات له إصابة صعبة بقطع في الرباط الصليبي صافر صباح اليوم إلى ألمانيا رفقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عشان العملية الجراحية اللي هيجريها هناك في ألمانيا عملية الرباط الصليبي متوقع غياب اللاعب من خمس لثمان شهور يعني خمسة دي قليلة دلوقتي كمان في الرباط الصليبي ممكن أكتر شوية يعني أنا بقول لك يعني ممكن ماكسيمم يوصل لثمان شهور ثمان شهور إن شاء الله ونشوفه مرة أخرى في الملاعب يا رب قبل كده إن شاء الله يعني بإذن الله خسارة كبيرة لنادي الزمالك خسارة على اللاعب كمان كان في أعلى مستوى لي أنا متأكد أنه كان هيبقى من الأوراق المهمة جدا مع كابت الحسن وحسن في المنتخب بس خلاص نصيبه قدر الله ما شاء فعل بإذن الله يرجع أحسن من الأول كمان بحسب نادي الزمالك بحسب مصدر في نادي الزمالك نفن تماما ما تردد حول رغبة نادي الزمالك فعودة طارق حامد لصفوف الفريق مرة أخرى بعض التقرير السعودية كانت قالت إن الزمالك بيسعى للتعاقد مع طارق حامد ولكن الكلام ده مش حقيقي خالص بحسب مصدر في نادي الزمالك وطارق حامد كمان بالمناسبة عايز يكمل لعب في الخليج يعني لعب في الدورة السعودية تحديدا كمان وبالعب اللاطف ضمق السعودي وما عندوش مانع إنه يكمل في الدورة السعودية مع فريق آخر ومش حقيقي بيرجع للدورة المصري في الوقت الحالي عموما نعمش بس نادي الزمالك دي حكاية طارق حامد جوزي جوميز المدير الفني لنادي الزمالك حرص على التواصل هاتفيا في موقف محترم جدا مع ترافس متيبة عشان يهني على هدفه اللي سجله مع منتخب أغندا ضد المنتخب الجزائري في تصفيات كاس العالم جوزي قال لمتيبة إنه تابع المباراة وسعيد جدا بالمستوى والهدف اللي سجله وقال له كمان إنه لازم يستمر في المستوى اللي بيقدمه المستوى الجيد جدا الفترة دي عشان ياخد فرصة أكبر مع نادي الزمالك يومين يومين وتبدأ ثاني أهم بطولة لكرة القدم في العالم ما بعد كأس العالم كأس أوروبا كأس أوروبا ينطلق بعد يومين إن شاء الله وتفاصيل كثيرة وإحنا هنعمل تقطية مهمة جدا لهذه البطولة في رقم 10 تعالى أقول لك آخر أخبار المحيطة ببطولة اليورو اللي هتنطلق كمان تقريبا 48 ساعة وأكتر قليلا تعالى أقول لك شوية أخبار مهمة الاتحاد الهولندي أعلن غياب فرينكي ديونج نجم وصد برشلونة عن البطولة لعدم جهزيته إذ يتعافى من أسهر إصابة في الكاحن منذ نهاية الموسم الماضي روبيرتو مارتينيز المديل فني المنتخب البرتغال دافع عن الانتقادات الموجهة لكريساني رونالدو أكد أن اللاعب لا يزال قادر على العطاء وشدد على أن المنتخب البرتغالي سوف يستفيد من خبرات رونالدو دون النظر إلى ما يتعرض له لانتقادات ومطالبات بعدم تواجده في التشكيل الأساسي بالمناسبة رونالدو نهاردة سجل هدف رائع جدا في المنتخب الأيرلندي هدف رائع جدا مع المنتخب البرتغالي يعني دد المنتخب الأيرلندي لا ينتهي كريساني رونالدو مش عايف مين اللي بينتقضوا يعني منتخب أولندا أعلن غياب روبرت ليماندوفيسكي عن مواجهته الأولى في يورو الفين أربعة عشرين أمام أولندا بسبب إصابة قواية في الفقد وصار النجوم عمارات تسكو ديونج وبعد كده ليماندوفيسكي إن شاء الله الأمور تبقى أحسن الفتر اللي جاي طيب هلستم كميرين مع حضراتكم بعد الفصل هشرفني وينوارني كابتن الكبير كابتن أسامة عبد الكريم مدارب حراس مرمى منتخبنا الأولمبي السابق خليكم يعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينوارني في هذه الفقلة الكبات الكبار كابتن أسامة عبد الكريم كابتن كريم ذكري كابتن أسامة من نور الدنيا ربنا خليك كريم أنت من نور الله يخليه كمورك كويسة كابتن كريم من نور الدنيا من نورك يا كريم ربنا يخليك ومفسود طبعا أنا دايما مع كابتن أسامة يا حبيب أخير كبير واضح إن الدنيا جميل أنا النهاردة متقمس ميدو واضح متقمس ميدو طبعا حبيبك كلك طبعا أكيد هنبدأ بمنتخب مصر بس عايزة أعلكم سؤال في البداية كده هالدنيا سهلة ولا مس سهلة كمجموعة يعني؟ آه لا طبعا سهلة سهلة آه طبعا خلينا نكون واضحين يعني سهلة كنظري ولا سهلة عملي الاتنين الاتنين طبعا أصول نظري سهلة طبعا طبعا بس عملي إحنا شفنا عقصات كتيرة في تصفيات كاس العالم الكلام ده لو إحنا يا كريم لو إحنا ما كناش شفنا المنتخبات اللي إحنا باللعبة آه إحنا شفنا بروكينا فاتسو وشفنا سيرليون وشفنا غني أبساو وشفنا جبوتي يعني كل المنتخبات وأسيوبيا كل المنتخبات اللي إحنا معانا في المجموعة إحنا بالورقة والقلم كده في النظري قبل ما نتفرج عليهم في المشاطة التصفيات هنقول إن دي مجموعة سهلة ومن أسهل المجموعات اللي ممكن تيجي في تاريخ مصر إن إحنا نوصل من خلالها كاس العالم إن شاء الله أما نتفرج على أداء المنتخبات دي وعلى شغل المنتخبات وعلى تقييم المنتخبات وهي بتلعبك وهي بتلعب منتخبات أخرى غيرك ده هتعرف إن هي الحمد لله ربنا حاطتنا في مجموعة سهلة وربنا اللي عايز مصر يكون في كاس العالم إن شاء الله طيب رأيك يا كابتن كريم أنا شايف إنها تسهلة أكتر طبعا بتفع مع كابتن أسامة في البداية لكن أنا معاك برضو في حتة العكسات إن أنت دايماً بتلاقي مفاجئة كترة جداً في أفريقيا نحن نوعنا فقا هنا بيبيا وزنبيا ولايبريا ومتلع عملة معاك نتيجة جوا عندك وبره ومعادش فيه منتخب قوي ومنتخب ضعيفي يعني شايفيني الجزائر في الفترة حالي يعمل إزاي طبع لكن آه على الورق هي كانت مجموعة سهلة لكن أنا شايف إن سهل المجموعة أكتر وإن شاء الله نضمن الصعود تعدل بوركينا إن بوركينا لو كان كسب هو الميزة اللي هم تحت كمان بيكسر يعني اللي تحتين بيكسروا بقعض بقعض فدي برضو سهلة عليك المجموعة شوية بس سأقول لكم حاجة علامة منها يا كابتن أسامة الآن شوية من فكرة إن إحنا باقي المباراة دي هنلعبها بعد 8 شهور يعني ما يكرم من السنة أو 9 شهور كمان ما يكرم من السنة في مارس ما يكون الحاجة ممكن تتغير يعني الضعيف يبقى قوي وإنت قوي الأمور تبقى ما فيها عقوسات فلسه برضو الموضوع مش في يدنا قوي يعني بص طالما المنافسين اللي معاك أو اللي بيلعبوا في الحتة بتاعتك أنت بتتكلم في إيه في ثلاث منتخبات بتجري وراك بوركينا فاسو وهي المنافس الأقرب بالنسبة لنا غنيا بساو سيراليون سيراليون وغنيا بساو تعادلوا 2-2 في قلب يعني بوركينا فاسو وسيراليون يتعادلوا 2-2 في قلب ملعبهم فده بيديك مؤشرات أنه ما عندهمش العنصر اللي يصنع الفارق يعني أنا التوقع أيش شخصي أما جينا لعبنا بوركينا فاسو والأخص في الشروط التاني أنهم هيروحوا هناك في ملعبهم لا هيغلوا ضمنين 3 نقاط مليون المية مع سيراليون اتفاجئنا بأداء سيراليون أنا متفرقت على الماتش وقت اتفاجئنا بأداء سيراليون أنه كانوا ند قوي جدا لمنتخب بوركينا فاسو أما جينا نتفرجنا كمان على منتخب غني يسوحنا بلعبهم لا إحنا الشرط التاني تفوقنا تفوق كبير أو عندنا مشاكل كبيرة وحب الشرط الأولى هو ما عملوش حاجة للجول بس عندنا إحنا عندنا مشاكل دفعية كبيرة في الشرط الأولاني هي اللي قدتهم شكل لأن هم يكونوا كويسين أو لهم شكل في الشرط الأولاني إنما بالسناء ده إحنا الشرط التاني تريبا مسيطرين على الـ 45 دقيقة التانية احنا الأفضل احنا اللي ضيعنا اكتر من فرصة محمد صلاح واحدة فوق العرضة امام عشور واحدة فوق العرضة محمد صلاح في اخر دقيقة في الوقت البدرة الضيئة قرط نصر ماهر اللي تصدرها حارس المرمى كل دي فرص ايجابية كانت ممكن تنهي المباراة رغم كل ده انما الحمد لله فرق النقاط الكبير اللي ما بيننا وما بين المنتخبات الاخرى لا بقى فيه فرق وفرق واضح جدا تقدر تدي الافضلية والارتياحية للمنتخب المصري والكابتن حسام حسن في القادم ازاي ان انا اعد منتخب قوي للمرحلة القادمة من هنا لشهر مارس وخصوصا كمان هكابل على نفس السؤال وخصوصا كمان ان احنا بنتكلم بعد 8 شهور فانت عندك قوة ضربة غايبة زي الوينش فده من الحاجات والوينش ومرموش يعني عندك وحجازي وحجازي ان شاء الله يعني ربنا ينجي رمضان صبح في الحكاية اللي هو فيها يا رب ويخش بقى اضافة كبيرة فانت 8 شهور وعودة أبو جبل المجموعة دي كلها 8 شهور دي بتديك البراح ان انت عندك لعبة كويسة ممكن ترجع وتبقى اضافة للسكواد اللي احنا شايفينه انت ايه رأيك وتقييمك للمنتخب في المباراتين والله مش هنقول احسن حاجة ومش هنقول احواش حاجة هو بالنقط 4 نقط كويسين في المطرين دول اداء لحد ما معقول لكن مش احسن حاجة ومش عايزين برضو نقصف باداء المنتخب الارض يا جماعة برضو كابتن حسام لسه ما بقلوش فترة كبيرة انا مش ما بدافعش عنه ولا بهجمه انا خلي بالك احنا احنا لو اتكلمنا كتوتا المباراة كريم عشان نتكلم في فنيات مفقاش فنيات كتيرة كابتن حسام لخص عموما المباراة كلها يعني وهتلاقي تفاصيل صغيرة بس كده لكن في الاول الاخر هتلاقي الفنيات قليلة اكترا جدا في المباراة دي لكن اللي يخدك بعد المباراة هو حالة الاستغراب اللي احنا بنتكلم عنه من بعض النقاط بعض المحللين وانا اسف اللي انا بقول كده بس لازم لازم نطلع نتكلم بقى لان الموضوع زاد عن حده انا اسف النهاردة انا انا بواخد كام بطولة عشان اقايم الكابتن حسام حسن او انتقده انا مع النقد انا مع النقد البناء لكن مش مع التقطيع فيه ناس بتطلع تهاجم مهاجمة صريحة وخلي بالك ده مأثر على الكابتن حسام باين واضح انهم اصلا على كابتن حسام لا خالص يعني انا شايف انا شايف يعني عشان برضو ايه ما نخشش في حتة ايه لا فيه انا شايف ان فيه مسندة كبيرة جدا اعلامية وجماهيرية ومغالبية العظمى ومؤسسات دولة اللي لها فيه مسندة خوية جدا لكابتن حسام حسن والمنتخب مصر كلنا فهو القصة لا الكل بأمانة شهيدة لكل كابتن انا كابتن محترم الكلام من كابتن حسام كابتن كريم بعد اذنك بس اكمل طيب اتفضل اكمل فيه ناس بتطلع التهاجم للهجوم صح فيه ناس بتطلع كم واحد يا كابتن كريم يعني انا شايف ان بنسبة كبيرة دلوقتي الناس كلها ملفوحة ملفوحة صح كده لكن بنفس في نفس الوقت خلاص لا مش خلاص يا كابتن لا مش خلاص فيه ناس بتطلع انا اسف ولا تاريخ ولا حتى تاريخ تديب يا كابتن وبيطلع بيهجم الراجل سيبه راجل يشتغل ده الجزء اللي احنا بنتكلم عنه صح انا هفضل اناقشك هسيبك تتكلم بس انا هفضل اناقشك بس يعني انا اولا كده كده دي كورة كابتن كريم يعني ايه يعني انا مثلا انا كريم رمزي ما عمدش بوترات ما لعبتش كورة تمام بس دي كورة كل شعب المصري من حقه يتكلم في الكورة كل واحد يتكلم اللي هو عايزه كل واحد يقول لنا عجبني ومش عجبني بس زي ما انت قلت بتفهم معاك جدا من غير تجريح من غير تقاطيح يعني اتكلم ليك تاريخ او ما لكش تاريخ اتكلم براحتك تتكلم بس من غير تقاطيح وفي الاخر لكن ما يفعش النهاردة انا راجل ممسكتش فرقة او مسكت فرقة او فشلت او اي ان كان اللي احنا بنشوف او حتى لعبت كورة ومخدتش بطولات او 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 شعب المصري طيبة كابتن قسامة وممكن الناس القلة اللي احنا بنتكلم عليهم دول ممكن يكونوا اكثر تأثيرا من اينا احنا عشان ما نتحقش على بعض شعب المصري طيب بيتأثر بالحاجات دي بيتأثر بالحكايات بالروايات انا هختلف معاك بس انا هقول لك دايما النموذج اللي بينك وصين النموذج سايق بيبقى بايق يعني عشان هو بسط النموذج او نمازج حلوة كتير بس هيفضل النموذج الحلو اللي هم الناس كتيرة اللي بتساند وبتدعم هي المؤثرة بالعكس دا عمره ما هيكون مؤثر يعني التواقف عندها ليه وكابتن حسام حسن واقف عندها انبالح ليه عشان هو شايفها حالة مش فسط المجموعة حالة كده غريبة شوية حالة شازة شوية عن المجموعة اللي هي بتساند وبتدعم بس دي مش المفهول نقف عندها يا كابتن لا احنا نقف عندها طالما كابتن حسام أقف عندها ليه خلي بالك هو ملام برضو هو ملام ما هي انت النهاردة كابتن حسام لما تكلمش في النقاط دي كلها ويتكلم الكلام بتاع انبرح دا كان الموضوع كابتن حسام كان يعدي وما كانش حصل اي حالة خاصة انا انا في شغل المنتخبات انا باتكلم بقى برجل طبعا اشتغلت مع المنتخبات شغل المنتخبات مفيش حد اعلم النقد خلينا منطفقين انا بتسار اسمعك يا كريم المدير الفني المنتخب البرتغالي في حالة انتقادات كبيرة لضم كريسيان الروم تمام؟ متخيل أنت الموضوع أما نوصل للمرحلة يبقى أنت لازم تهنة تقيم وتفهم أن كل شكل المنتخبات كلها في وضع الانتقاد انتقاد هتختار قيمة هيتم الانتقاد ليه خدت ده ما خدتش هتقدي بشكل مش أحسن حاجة وكسبت المباراة يعني مش خسرت بس إحنا لأ طب كنا عايزين نعمل كذا دائما الناس بتحب الأفضل والأحسن في قرة القدم ولأن موطعة قرة القدم في الجدلات اللي بتحصل فيها لأن احنا النهاردة دي لعبة جماعية فالطالما لعبة جماعية ما هيش لعبة فردية يعني بمجهود شخصي لوحده فشاملة للانتقاد الجماعي فخلينا يعني نكون واضحين في الأمور دي كلها وكالت حسن بالمناسبة قالت جملة حلوة في لقاء مبارح على أونسبورت قالك أنه المباراة 90 دقيقة أنا في 90 دقيقة حتى أصفها زي مباراة الملاجمة أنا هدي لكمات كثيرة بس ممكن أخذ لك معاي ده طبيعي في قرة القدم إنما في حالة أنا مش عايز كابتن حسام اسم كبير ونجم كبير على المستوى كلعيب كورة تاريخ كبير جدا وكمدرب اسم كبير وتاريخ كبير جدا لمنتخب المصر والاتنين يعني المنتخب المصري في وجود كابتن حسام أضافة لكابتن حسام والكابتن حسام أضاف للمنتخب الحماس والتفاف الجماهير كل دي عوامل نجاح فأنت يا كابتن حسام مش في الطبيعي مش في الطبيعي وأنا ماشي في المسيرة بتاعتي عشان أنجع أبص الحاجات بسيطة وأنا ماشي ما تبصش ورى ظهرك أنت ماشي يشايف طريقك وشايف أنت الهدف بتاعك إيه وسيب اللي يقول يقول الانتقاد البناء ده حاجة إيجابية في كل الدوليات وكل المنتخبات العالمية اللي موجودة في العالم عارف يا كابتن كريم وأنت بتلعب كرة كان فيه ناس بتنتقدك مش بتنتقدك بتجرح فيك وبتحول توقعك وبتحول تكسر بالضبط أنت فهمي لو أنت في الطلط مركز معاهم هترجع على وراء لا مش بس هترجع على وراء هم هيزودوا ده عليك أكتر طيب لو كابتن حسام باري هترجع يال أنا بشكر كل اللي داعم وسارج منتخم مصر عشان كانتكلمت وتجاهل وتجاهل وتجاهلت الناس القلة القليلة جد المشكلة فيها ده ممكن يبقى اسمين اللي حم نتكلم عليكم ده يبقى اسمين تلاتة بالكتير صح كده اه نحن تلاتة بالكتير وتلاقي مثلا العشرات أنا بتكلمك على مستوى الإعلام محللين ومزعين وكل شيء دعم ومساندة طول الوقت طب ليه مركز معاهم بس أنا برضه عشان كابتن أسامة احنا برضه مختلفناش عشان كابتن أسامة انت عملت وقول النقد نقد أنا قلت لما عن النقد اي حد اي حد من حقه ينتقد اي حد الا حاجة واحدة ما تجرحش فما بالك انت كمان كنت لعيب كورة فبتجرح كمان في حد تاريخه أعلى منك ده قصدي يعني أنا قصدي التجريحة كابتن أسامة مش النقد كل ما بد ننتقد عادي طيب هنروح لحلالات حرارات مجاهزة فيما يخص مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو بس نروح لفاصل أول نرجع مع حضرت كابتن أسامة نروح لفاصل ونرجع نكامل خليكم معنا يعرف حضراتكم مرة أخرى لسنا مش عرفني ومنورني كابتن كبير كابتن أسامة عبد الكريم وقايدة كابتن كبير كابتن كريم زكري كابتن أسامة عبد الكريم كان له أراء فنية فيما يخص المباراة المضايا منتخبنا لوطن أمام غينيا بيساو فضل يا كابتن أسامة طبعا كلنا شفنا المباراة كريم وشفناها بشكل كويس جدا جدا في 45 دقيقة تانية المنتخب المصري أدى أداء كبير وأدى أداء مشرف في 45 دقيقة التانية من عمر المباراة 45 دقيقة الأولى كان فيها مشاكل ومشاكل دفاعية لحد أما كابتن حسام حسن عمل التغييرات بتاعت إمام عشور بمحمد هاني وبعدين غير أوفة طبعا ده تغيير الرارب المنصفى محمد التغييرات اللي أم بيها وبعدين إبراهيم عادل وبعدين كده آخر حاجة كان ناصر مائر إنما في لقطات لازم نقف عندها ولازم نشوفها ولازم دي في شكل المنتخب في التحليل الشكل الدفاعي المنتخب مصر كانت فيها مشاكل ومشاكل كبيرة جدا لو يجبونا اللقطة الأوانية الصورة الأوانية كده شباب فيما يخص الأمور الدفاعية المنتخب الواصل الأمور الدفاعية الهدف الأوانية بصوا شايفين الشكل ده لو أنت يا كريم كده أنت تفرقت عن ماتش يا كريم أه فرقت وإنت كيمو برضو تفرقت صح طب لو أنت ما تفرقتش عن ماتش وغمضت يعنيك كده وبدو تبص على الصورة دي ونقول لك حلل الصورة دي أنت تشوف إيه المنظر اللي أنت شايف رامي ربيع راح يجيب جول في غنيا بسان صح الكلام كده يبقى أعرف على طول أيوة يبقى أعرف على طول كده أن هنا في شكل دفاعي خاطئ ده اللي تبنى عليه كل اللي أنا هورهولك دلوقتي وهتشوف دلوقتي في الحالات الخاطئة للمنتخب المصر هاتبقى الصورة اللي بعدها جماعة تبقى الصورة دي نرجع لصورة ناشا نرجع لصورة أنا عايز أقول لك حاجة أخطر حاجة للمدافع أخطر حاجة للمدافع لما بيكون وش الجون وظهر الملعب طبعا دي كرسة عشان كده لازم المدافعين يتلاشوا حتقت إننا يبقى وش ده المفروض رامل أبيع خبرات كبيرة جدا ده المفروض فدي دي كرة خطر جدا من أي مدافع في العالم إننا وش الجون وظهر الملعب مش شايف اللي ورايه دي مشكلة كبيرة جدا فدي كرسة طبعا هات الصورة الحلقة الأولى كده جماعة وقف هنا عند الحلقة دي شوف كده هنا مين هنا اللي عند الدايرة هنا محمد صلاح شوف هنا اللقطة دي محمد صلاح هات اللي يا جماعة اللي كانت بتالي كده آه محمد صلاح هو زي ما انت شايف كده بالشكل ده موجود هنا هو اللي في الحتة الدفاعية رغم إن الكرة دي كانت في استحواز المنتخب المصري قبل ما يتم افتقاضها ومحمد حمدي هنا وهو بيجري انت شايفه بيجري على فين على مكانه هنا في مركز الباكليفت أو اللي بيجري لجوه شايفه رقم 12 رهوبة محمد حمد أور بيجري من ايه على اتجاه الداخلي لنص الملعب هات الفريم البعض دي كانت كرة ثابتة لنا وحالة رجوعات عشوائية جدا آه دي كانت متحركة هنا وصلت الهاجمة هنا هاو الكرة دي نفسها شوف هنا من اللي في الكادر هنا من رقم 3 ده محمد هالي محمد هنا في مركز ايه ليفت باك ايوه الباكليفت هنا تمام وهنا اللي بيغطي من ناحية تانية ناحية اليمين هو 3G وهنا المفترض 3G بيلعب ايه عندنا هاب ليفت يبقى هنا في حالة من التمركزات محمد هالي ضرب الاسبرينتي ده كله عشان يغطي المشكلة والنصيبة الكبيرة اللي عملها محمد حمد اللي انا وردها لك من الاول انه ما جري جري في قلب الملعب ما جريش في ايه الخط وتبنى عليها هجمة بقى 3G هو اللي بيدافع لو تكملت الحالة دي بشكل كبير جدا هتشوفها اللي هي طلعت منها ضربة روكنية كان حتى الراجل عدم انترزجيه وكانت هجمة خطر وتبسلت لضربة روكنية طب هنا فاصبح المشاكل الكبيرة دي والمساحة الكبيرة اللي هي موجودة هنا في المنتخب دي من الحالات الدفاعية اللي هنا فيه الارتداد اما منتخب المصري بيفقد القرى كان كل دي بتاعت كابتن حسام حسن بشكل كبير جدا بيد مهام وشكل دفاع اللي كل واحد هيرتد لانهي مساحة موجودة في الملعب عشان يغطي المساحة الدفاعية اللي موجودة بالنسبة لنا هاتي الفريم اللي بعده وجماعة هاتي اللي بعدها طيب دي بداية هجمة هنا بص محمد حمدي نفس السيناريو بص محمد حمدي هون بيجرى على فين هنا على جوه على جوه ابدأ ماشي الفريم يا جماعة ماشي كده ايوه ماشي كمان ايوه الراجل هنا استلم هون ولف هنا في المساحة ماشي الكرة هيطلع انكادة بالشكل ده كل دي مساحة فاضية هي مفيش محمد حمدي ومين اللي بيجري معنا هنا اوفا المهاجمة هوت عشان بيحاول يرجع الراجل الفروت بيحاول يغطي المساحة الكبيرة اللي كانت موجودة هنا اكمل هاتي الفريم اللي بعده هاتي الفريم اللي بعده والراجل هنا عدى من اوفا بالشكل ده وخد مساحة تفرج على كل المساحة اللي هيجري فيها جوه ماشي يا جماعة ماشي الفريم ايوه لحد ما وصل لمحمد حمدي هنا وعدى منه بمنتهى البساطة الدهر الراجل رقم 17 هنا اللي كانت ممكن تبقى هدف محقق لممتخب غنيا بالساو هنا في الدقيقة كانت تقريبا 34 قبل الهدف اه الارتداد الدفاع عندنا كان فيه مشكلة جديد فيه مشكلة في التغطية الدفاعية بشكل كبير كان من الطرفين كان من محمد حمدي ومحمد هاني دي لو الراجل رفع وشه وشاف كويس وهو بيلعب لقى كانت ممكن تشكل مشكلة كبيرة وهنا قدر يدرقها رامي ربيعة ويغطي تغطية كويسة من رامي ربيعة هات الحالة اللي بعدها يا جماعة طبعا هنا شوف الكرة دي بقى وهوريلك هنا في ديئة 6 كل دا والنتيجة بص كاميك كريم مشكلة 0 كل الهجمات اللي أنا بقول هالك دي والأخطاء الدفاعية دي والنتيجة لسا 0 الراجل بيلعب رامي تمس هنا من نص الملعب بص الخط بتاع نص الملعب واقف باين هو زي ما انت شايفه هو في الكدر اللي واقف معنا ده مين ده ده زيزو هات الفريم اللي بعد يا جماعة زيزو بيشاول اللي لعبة المنتخب بيقول لهم ايه تعالوا تعالوا اقربوا اضغطوا هنا اضغطوا ماشي هات الفريم اللي بعد بعد كل الضغط ده عشان يجيب اللعيبة تضغط ودي زيزو موجود معنا هنا بيرجع في الحالة هنا اصبحت هجم خطر جدا للمنتخب غنيا بساو جاءت ممكن برضو تشكل خطورة كبيرة جدا ما كانش فيه حالة ضغط بتحصل من المنتخب المصري في 45 دقيقة الاولى من عمر المباراة وكان كل لعيب من منتخب غنيا بساو عايز يعدي بكرة اتفضل عدي واشتغل براحتك زي ما انت عايز هات الفريم اللي بعد يا جماعة اللقطة اللي بعدها ده لقطة الهدف اللي احنا شفناها كلها الكرة كانت بدايتها ايه يا كريم ضرب روحنا المنتخب مصري ده لقطة الهدف اما تطلع الكرة وهي هنا احنا مش عارفين بنتمركز ازاي وبنغط ازاي وبنقفل ازاي بتشكل علينا خطورة كبيرة هات ماشي بقى يا جماعة اللي تصور كده ايوه هنا محمد صلاح اللي راجع بيغطي هنا هو اللي بره التمنتاشر وهو اللي بيغطي ودي مش من الادوار اللي كان المفترض بيقوم بيها محمد صلاح خالص مع المنتخب المصري في الفترات السابق وقدر الراجل ان هو يستحوز على الكرة ويلف محمد صلاح بيبقى عنده مساحة ماشي هات الفريم اللي بعده يا جماعة ماشي ايوه ضغط استلم الكرة هو تحت ضغط من محمد صلاح هو بيضغط عليه ماشي الفريم اللي بعده ايوه كامل ماشي الصور على طول الفريم اللي بعده ايوه وغطي اهو ومشي وبيجري معهم والراجل اللي بيجيب اللي هو عليه الدايرة ده هو الراجل اللي احرز الهدف طبعا اللي جاب الهدف في المنتخب المصري اهو بيجري بديدرب سرعتهم من على التمنتاشر هناك لحد كل المساحة دي اتفرج هنا مين اللي هنا في المساحة اللي قدام دي ارجع تاني ارجع لا ارجع بالفريم اللي بعد ارجع كمان واحدة كمان واحدة ايوة مين هنا اللي جنب محمد صلاح مين رقم خمسة ده رقم ربيع تمام هو اللي بيجرى هو من نص الملعب هنا في الكرة دي عشان يلحق طبعا اللعيب غنيا بيساوي اللي واخد سرعته ماشي هات الفريمل بعده اللي بيماشي بسرعته ومش سائل في حد وعنده كل المساحة تفرضك كل المساحة اللي في ناحية الشمال دي كلها مساحة فاضية محمد حمدي داخل جوه وهنا مروان عطية بيرجع يدافع ومحمد هاني الراجل درب الاسبرينت ده كله تكمل جاري بالكرة تكمل ماشي كرة ماشي ايوة كمان ايوة تصورة كمان ماشيها ايوة لحد دم قابل المساحة دي الراجل بيعد منتهى البساطة بدل ما يروح له محمد هاني كان رامي ربيع هو اللي يبقى موجود جوه رامي ربيع بقى عن نفسه بالشكل اللي انت شفته كده بالشكل اللي برا ده لعبها للراجل هنا جوه المنطقة وقدر هنا تلعب الكرة بأول كدر انا فرقته لك عشان يبقى يتم احراز هدف المنتخب المصري في 45 دقيقة الاولى من عمر اللقاء وده من الكرات الصعبة على اي حرس مرمى الراجل بيحط كرة قوية جدا بشماله على شمال محمد الشناوي من الاهداف الصعبة الرخمة انا عايزين نقول ايه هنا في الحالات دي نقول ان احنا كان عندنا في 45 دقيقة الاولى اللي احنا لابناهم امام غنية بساو كان فيه اخطاء دفاعية واضحة جدا لازم كابتن حسام حسن عندنا الوقت الكافي ان احنا عندنا مشكلة في البكين اذا كان الرايت والليفت كان عندنا مشكلة واضحة جدا وهم بيشغلوا في 45 دقيقة الاولى تغييرة نجحة جدا وعجبتني جدا تغييرة محمد هاني عندما خرج ونزل امام عشور ولعب مكانه زيزو زيزو اختشاف في المكان ده دي بقى النقطة عايز اتكلم فيها مع كابتن كريم ليه اختلف الاداء في شوء؟ يعني كابتن قسامة تكلم على الشوء الاول كان عندنا اخطاء كتيرة ليه؟ تحسن الاداء في الشوء التاني وطبعا كل الكلام اللي كابتن قسامة ده بيقوله بيوريك ان فعلا الشوء الاولاني انت عندك بدلك كبير جدا ان انت في نفس الوقت يا كابتن في مباراة واحدة الباك رايت مش في حالته والباك ليفت كمان مش في حالته ليه بعد حسننا الشوء التاني؟ عشان انت لغيت الباك رايت والباك ليفت انت خلاص ثبت محمد حمدي ويعتبر لعبته تالت ولعبت بالطريقة اللي انت بدأت بها هنا ولعبت بتلاتة وراء ولعبت باربعة في نص الملعب ووديت زيزو نحيتي اليمين فبالتالي زيزو بقى عنده مساحات اللي بيحبها ويقدر يتحرك فيها فبالتالي امام عشور نزل عمل لك البلنس في نص الملعب بدأت انت تتحكم في التمبو رتم المباراة بدأت تتحكم فيه بدأت الخطورة بتاعت منتخب مصر احنا ما عندناش خطورة خلاص بالعمق عشان نتفع على كده انت نادرة بس حسيت ان بدأت كابتن كيمو كانت بسهما برضو شاركنا ان امام عشور لما شارك شال من على صلاح شوية فكت ان هو كان صلاح كل شوية محتاج ينزل عشان هو اللي يبني اللعب وصلاح قرم الجول ما هو انا قلت لك هو اللي بتحكم في التمبو هو اللي بيستلم الكورة وبيبدأ يوزع الكورات سواء يمين او شمال او حتى بيسدد شفنا تزديد او اتنين لإمام عشور من ساعة ما نزل فهو فعلا انا باتفق معاك ان هو شال لعب صلاح كان دايما وفي الصور اللي كابتن قسامة جابه سواء دفاعيا او هجوميا هو مضطر ينزل لانه دايما بيبقى مراكب ومفيش حد قريب يدوصر له الكورة لو نرجع بالذاكرة شوية لما كنا بيقول بس لصلاح هو مني اللي كان بيبوصل صلاح عبدالله السعيد صح فين عبدالله السعيد مش موجود مين احسن لعيب في المركز ده بعد عبدالله السعيد دلوقتي هو امام عشور وانت مغمض عينة فبالتالي امام عشور لما نزل فانت حررت محمد صلاح شوية ده مش امام انا بالنسبة لي مش امام انا بالنسبة لي اتنين ايبا واحد موجود في المنتخب اسمه ناصر ماهر واحد مش موجود في المنتخب اسمه افشا الاتنين دول أحسن اتنين اللعيب يلعبوا رقم عشر إمام بيلعب تمانية عشرة على عشرة وبيدف لك إضافة بيلا جدا في نص الملعب وبيبلاولك وبيدي لك مساحة إنما زي ما اتكلم كريم وأنا بقيده في الكلام ده إن أحسن فتراتنا وإحنا بنتفرك على المنتخب مما كنا بنقول باصل صلاح طب باصل صلاح دي وخطورة صلاح فين خطورة صلاح في التلت الهجومي اللي أنت عايز فيه المساحات اللي عايز فيه الكلام ده كله وشغل الوينج وهو بيشتغل وينج فده بيتطلب إيه بيتطنع صانع ألعاب يكون مهاري عنده السرعات عنده التمريرات اللي هي السحرية تبينة نصر مهر إمبارح تأخرت؟ كتير كتير نصر مهر ده لو من بدري لا أنت كنت كسبت مكسب محترم من بدري لأن أنت تفرقت على لعيب عنده الريتيرن عالي جدا عنده كنترول على الكورة اللي استلامت تحت الضغط عنده السرعات عنده أنه بيوصل لجوة البوكس بسرعة جدا وبيضرب الخطوط ويدرب الخطوط سريع حب كابتل حسام حسن يضمى النتيجة يعني يقولك لو ما كسبتش مخسرش عشكذا تغيية مصر ما اتأخرت؟ والله أنت ممكن تكون معاف دي متعاطف شوية زي ما قلت لك الباكرات والباكليفت ما كانواش في حالتهم وحتى بعد التغيير برضو كابتل أنت دايماً بتحس بقلق في العمق مش عارف ليه أنا شايفه قلق غير مبرر دايماً مصدرهن مدافعين المنتخب رامي ربيعة وعب منعم رامي ربيعة وعب منعم مفروض عندهم تجانس والذين فاهمين بعض وبالعبوا دايماً على طول مع بعض في نادل أهلي فالفكرة كلها أن دايماً أنت قلت بتسيب الاستحواز للقسم اللي قدامك أنت دايماً ارتداد كان سيئ جداً زي ما كابتل قسامة ورانا فدي كانت بتسبب لك مشاكل فبالتالي أنت مش عارف تستحوز على الكورة فبالتالي الكورة دايماً كان بتبقى مع القسم فبالتالي كل الفرمات اللي احنا شفناها اللي كابتل قسامة جايبها كل اللي لعبتنا دايماً كان وشها الجنة دايماً كلها بتجري وشها الجنة اللي هي أكتر حاجة دايماً وانت بتدافع مفيش حد بيقابل وش الفشة مفيش حد دايماً بيحمي الجن بضهرة كابتل قسامة مفيش حد دايماً كان بغطى الشيناوي فكل دا كان سوء تمركوزات مش عايز أقول العمل البدني لأن أنا شايف أن الأمور مش صعبة مثل كابتن أسامة قال في الأول وأنا قلت في الأول�� 많ا أنت قلت ممكن تبدأ المباراةة حسن من كده أنا شايف كل العمل كان هناك کده في الشرط الأولاني بخلاف ان الباك رايت والباك ليفتي مش في حالتهم أنا شايف اللي كان في استعجال شوي على المكسب أن أنت دايمًا كانت كل العيد تقتر للأداب بدليل الضربة الرطمية اللي كابتن أسامة جابها دايمًا دايمًا كده كده قاعدة لو كابتون عسامة هيقيد في الكلام ده درب الروتنية اللي ليك انت دايماً مثبت اثنين على واحد لو فيه اثنين على اثنين هتثبت اثنين لكن بلاس كمان أديك الاضافة ان دايماً مين على قصة 18 عشان الكرة ما تضرط من المدافعين مين فيه منتخب مصر يشوتها مش هقولك هيدافع انت مستني حد على قصة 18 عشان ما ترتدك ما كانش في حد خالص على قصة 18 متى كانت غريبة جداً فبالتالي شفت صلاح هو اللي رجع يدافع فده كل دي كانت مشاكل المنتخب مصر اخروته كتير الشيط الاولاني وانا شايف انها درس نتعلم منه في المطشط الجاية ضروري تلعب على المكسب لكن تلعب على المكسب بطريقتك انت ما تستعجلش انت دايماً الخصم هو اللي يستعجل لازم انت الرتم تتحكم فيه مزبوط منشستر سيتي دايماً هتلاقي دورك طبعاً لازم انتدور على المكسب ودينا في حتة مهمة جداً وخطيرة جداً بطريقة غنتة دي يعني الرسالة بيوصلها كريم لكابتن حسام حسام بطريقة غنتة يا كابتن حسام انت عندك مجموعة افكار انت عايز تشتغل بيها وانت بتيجي تختار اختيار اللعيبة مش احسن حاجة ان انت تجيب اللعيب الافضل لأ انت لازم تجيب اللعيب الانسب مش الافضل وفي فرق كبير جداً بين الافضل والانسب ممكن انت وحنا كمجموعة بنشتغل او بنتفرج نقول ان كريم ده افضل واحد موجود صح انما اما يجي كابتن حسام يختار يختار اسامة طب بيختار اسامة ليه كلمة الانسب والافضل لان الانسب ده اللي هو بينفذ الفكر صحيح بينفذ فكر المدرب انت لازم تختار نوعية اللعيبة اللي هتنفذ فكرك انت يا كابتن حسام انا فيه سؤال عايز سألوله مهم جداً طبعاً شايله شوية محمد شناوي بعد مباراة بركينا فاسو كان لقى تصريحات كان بيعتب على كل يعني كل عمال يتكلم مين اللي هيلعب اساسي مين اللي هيلعب احتياطي شوبيل ولا شناوي بس محدش اقل لي حمد الله عالسلامة لما رجعت من الاصابة رأيك ايه ليه اكبر حمد الله عالسلامة صحيح كده طبعاً اكبر حمد الله عالسلامة ان الناس بتقول مين اللي هيبقى جاهز الشناوي بعد عودته من الاصابة ومحدش شافه في مشهد مع النادي الاهلي وانا اتكلمت في الموضوع ده وقلت فيه ان ان الشناوي كان عنده فرصة حتى لو النادي الاهلي متمسك ببقاء مصطفى شوبيل في النهاء الافريقى مباراة التراجز هاب وعودة انما كان عنده فرصة نلعب مباراة بلدية المحلة فادي كانت مباراة في الدورة يمكننا نقدر يدخل الشناوي في الصورة بشكل كبير جدا انما غياب الشناوي عن المشهد في الدورة المصري وفي بطولة افريقيا مع النادي الاهلي ادى تخوف للناس ان لسه انا مش جاهز بالنسبة 100% ميلة هي لعب مباراة فرقل اللي جايوا من جمعه الشناوي الشناوي طبعا خلاص انت النهاردة بتتكلم الشناوي جون كبير وجون مصر الاول عشان يكونوا واضحين مصطفى شوبيل الصعد بقوة وسرعة الساروخ الى المنافسة الشديدة خلق لنفسه مساحة محدش يقدر يخفلها انما عودة الشناوي مع منتخب مصر هي عودته لحراسة مرمى النادي الاهلي المحدش هيقدر بعد اما يكون حارس مرمى منتخب مصر الاول هيقعده في النادي لقد موضوع محدش يقدر لو نسبة 1% ان مصطفى يلعب ما تتوقعش انا في الوقت الحالي وانا اتكلمت انا وكريم في الموضوع ده قلت له حاجة هتبدأ مع عودة الشناوي لحراسة مرمى منتخب مصر المنافسة الشديدة اللي هتكون موجودة في حراسة مرمى النادي الاهلي بين محمد الشناوي ومصطفى الشبير وقوف محمد الشناوي وجوده كحارس اساسي لمنتخب مصر في المقراطين بروكينا فاس وغنيا بساو اداله افضلية وعودته والناس اتطمنت على سلامته مليون في المية فبنقول له الحمد لله على السلام عشان ما يزعلش اهو تمام و طب انا انا ما اعتقام مصدور كريم ده مفوص ظلم المصطفى الشبير لا البص احنا والعكس هيبقى فيه ظلم للشناوي اتفقنا بس انا انا بكلم في النادي الاهلي انا بكلمش في المنتخب مصر لا لا والعكس والعكس هيبقى فيه ظلم للشناوي خلينا الشناوي كان بعيد عم تفتح عن الاهلي والاشي عشان ما تخشوش في الخناءة مع بعض هو مركز ظالم موضوع منتهي يعني متوعدوش ايه من ظلم من اتظلم من صلوش به هالظلم ولا شناوي هالظلم طب صراحة الموضوع صعب انا بحط نفسي مركز ظالم طبعا مركز ظالم انتلاقيت كما لما كنت مدرب حراس مرمى بيبقى عندك كذا واحد كويس انت وانت بتختار واحد هيلعب بتبقى شايل هام انت موطنين كويسين برضا طب هقولك على حاجة موما جدا واحنا بنلعب بطولة افراقيا آه 2019 الحراس فعلا كان كلها كويسة جدا لدرجة ان الجهاز الفني نفسه تم الاختلاف على الحراس من اللي يبدأ ويلعب وفي الاخر كانت الحسب ان محمد صبح هو اللي يلعب ليه كان اكتر تركيزا كان ما يفرق محمد صبح عن البقيين ليست فنيا كان اكتر واحد تركيزا وتنفيزا للتعليم لكن فنيا كلهم عشان كده ما بقولك بتيجي انت تختار فدايما بتختار ايه الانسب الانسب ده اللي هو الفكرك انت انت الراجل اللي بشتغل معاك مش من احسن مش الافضل اللي انا قلت لك من شوية مش الافضل لا الانسب مين بينفذ وقدرة التنفيذ اللي هو بيتم خلال التعليمات اللي انت بتدهالك في المنتخب لان الفترة الزمنية وانت بتشتغل مع المنتخب الاول المنتخب الولومبي انت مرتبط باجندة دولية ليه عدد ايام معين انت مش هتعرف تجري منها فمين اللي هيبقى الانسب اللي هينفذ فكرك وهيشتغل بفكرك انت خلال التسعين ديئال اللي انت بتلعبهم في المباراة عظيم السؤال تاني بقى لي كانت يلا مصطفى محمد لما خرج من مباراة غينية بيساوي مصاب فجأة فجأة بقى دعنا نحس ونفكر هو مين بديل مصطفى محمد في منتخب مصر صحيح يعني احنا عارفين الكصة دي من بدري بس مصطفى محمد ربنا يحميه دايما يعني بقى له فترة جاهز طول الوقت مع المنتخب بيشارك طول الوقت مع منتخب مصر بس اهم خرج من ملعب بقى داعنا نتخض وعندنا نفكر طب شريف طب قوفى طب واحد من بره اصلا ما دخلش المنتخب عندنا مشكلة في المركز دا عندنا مشكلة لغاية ما يظهر حاجة تانية ايه حاجة تانية لو كان قوفى النهاردة نزل وجاب هدف كان الموضوع حتلاقينا في ساك مضطمن شوية لكن تأخير الهدف شوية بالنسبة قوفى معزور بالمناسبة اه معزور لا طبعا مشتقين لما بنقول مصطفى حمد مصطفى محمد بس فارق بدرجات عن اللي تحتيه بس اللي تحتيه كويسين لا بدرجات كتيرة هو مبدأ راجل بلعب في الدور الفرنسي راجل هدف راجل انا اقولك على حاجة راجل من الفراودة القليلة اللي ممكن تشوفها اللي بعرف في لعب عن جنب دهره ودي مش ميزة موجودة في اي فرود فرود عايز تحرك بوش شو كابتن الوحيد اللي ممكن يستلم ويلف بشوطة هو مصطفى محمد فعنده مميزات كتيرة جدا ما ينفعش الكارنو هتصلم اي حد الكارنو بي لكن انت الوقت فيه قلق انا من وجهة نظري اوفى غير محمد شريف اوفى لما تحتاجه هتحتاجه في الكار العالية لو انت بتلعب جوال بوكس كتير وبتعلق الكار وبتلعب عرضيات كتير فانت محتاجه اوفى هل حانا الوقت بقى استخدام أمام المشكة مهاجم مركزه لأصلة كابتن الوسامة طبعا وخلي بالك انا مش مع موضوع ان عندك مشكلة في مصطف محمد ومركز الفروت بس انت عندك في مراكز موجودة في منتخب مصر فيها مشاكل كبيرة جدا زي بقى سريعا عندك البقرية انت عندك مشكلة مرعبة ولازم الناس تفوق ليها بسرعة جدا محمد هاني عمر كابر عمر كبان عبد الواحد اكتر طوفيق عمر كبان عبد الواحد مش باك خلي بالك انت بتوظفه في فرق بين التوظيف ان انت بتوظف لعيب في الحتة دي بتوظف اكتر متوفيق في الحتة دي غير اما بتكون هو ده مهام الرئيسية والاساسية اللي هو بيشتغل بيها اقويس ان انت تبقى عندك نوعية لعيبة بتلعب في اكتر من مركز وده طبيعة اما باجي اشتغل في المنتخبات ان انا ما اقترب نوعية اللعيبة الاختيار يكون بيلعب في اكتر من مركز في الملعب انما ده مركز ويهي تاني مركز فيها وش مركز التاني الباكليفت انت لعندكش يعني النهاردة من زعلش يعني انا مش بهاجم محمد حمدي محمد حمدي اللعيب كويس ومكتهد وبيشتغل على نفسه بس فيش جربت انما بعد فتوح تحس برضو ان فيه جاب يعني عدم وجود فتوح في المنتخب بصفة اساسية فيه جاب طب مين بعد فتوح محدش عارف عندك الاتنين انتوا قلب الملعب بعد وجود حجازي جنب محمد عبد منعم كان الاتنين بيكملوا بعض بشكل كبير جدا النهاردة مع احترامي طبعا اللي رامي ربيعة ونجم كبير واسم كبير برعب في النادي الاهلي انما تحس ان برضو فيه مشكلة عندك في الحتة دي لا فيه بعض المراكز اللي موجودة في منتخب مصر مركز حراص المرمى اخيرا اخيرا ما عندناش مشكلة فيه من بعد عصام الحضر هل بقى لك لان عصام الحضر يجيه في وقت في فترة زمنية مع منتخب مصر كنا بنتكلم نفس الكلام ده على اللي فيه عندنا مشكلة زي ما بنتكلم عن الفروت زي ما بنتكلم عن الباك رايت الباك ليفت الوقت ما عندناش مشكلة تماما احنا متأمنين لعشر سنين قدام في حراسة مرمى مصر محمد الشناوي ان شاء الله عودت ابو جبل بالسلامة وجود محمد عواد وجود مصفى شبير محمد صبحي محمود جاد مجموعة كبيرة المهدي سليمان عشان بس احنا بنتكلم في المعدل عمر المهدي سليمان 37 سنة فانا بتكلم ازاي انت مأمن العشر سنين قدام بعد المجموعة والحراسة الكبيرة دي لا فيه تأمين في مركز حراسة المرمى بشكل كبير في الدور المصر كابتة اسامة شرفت ونوارت ربنا يا خلال انا بشكرك شكرا جزيلا كابتة الكريم شرفت ونوارت وشكرك شكرا جزيلا انا اللي بشكرك وخصوص ان انا اخذت معاكم مع كابتة اسامة متقلق ماشاء الله حبيب يا ربي خليل اسلامون يا رب يعني ده ختم الجزء الخاص بهذا اللقاء لسا مكملين مع حضراتكم حلقتنا في الختام مع لقاء خاص مع فادي فريد بعد اللقاء فادي فريد طبعا نجم فريق السموحة بعد اللقاء ختام الحلقة اشوفكم يا رب على الالب خير برحب بك طبعا زميل العزيز كريم رمزي برحب بكل متابعة ومشاريع رقم 10 في كل مكان ومندخل نادي سموحة ولقاءاتنا الخاصة مع نجوم الدوري المصري ضفنا الآن هو واحد من الهدفين ابن من ابناء النادي الاهلي تقلق مع نادي اسوان ومنه النادي البنك الاهلي وحاليا هو هدف ومهجم نادي سموحة نجمنا هو الكابتن فادي فريد فادي برحب بك في البداية على شاشة القناة الاولى وبرنامج رقم 10 وبنقل لك تحيات كريم رمزي اهلا بك مصري برحب بك طبعا ومنوري ناسكندرية وبرحب طبعا بكريم حبيبي سلمني عليه كتير وان شاء الله تبقى حاجة خفيفة كده على المشاهدين ان شاء الله تعالى طول هادي ليه كده يا فادي يعني يشوفك بورا الملعب يشوفك شجوة الملعب هلازم بقى عشان الكارزمة يعني انت فاهم فادي بقولك حمد الله على السلامة في البداية يمكن بدأت الدوري تقلقته وكنت هداف الفريق فترة اصابك كده شوية يعني عطلتك شوية لكن بدأت يعني ترجع واحدة واحدة وطمين عليك بقى وعلى العودة من الاصابة والله الحمد لله يعني بداية المسلم كان ببداية كويسة والواحد الحمد لله كان مشي بشكل كويس اه يمكن تعرضت كده الجزعة في الروبوت الداخلي ويا اصابة غلصة شوية يعني ممكن تنزل وتبقى كويس بس بتحس بشوية قلم كده فيمكن انا رجعت قبل التواقف بمطشين ما شاركتش في وقت كبير بس الحمد لله ان الواحد يعني رجله بدأت تبقى في الملعب اه وبستغل فترة التواقف دلوقتي ان انا احاول اجهز وابقى واقف على رجلي بشكل احسن يعني وان شاء الله بعد التواقف يبقى الواحد سليم بنسبة 100% ان شاء الله ترجع وتتقلق تاني وعايز اسألك بقى على تجربة سموحة وابدايتك مع سموحة يمكن كان بداية قوية يعني قدرت زي ما بتقول تكون عندي حصن كابتن احمد سامي اللي راهنا عليك وكان من اهم طلباته في بداية الموسم ان فادي فريدي يكون موجود معايا في الفريق طبعا كابتن احمد سامي اسم كبير ويعني انت بتشوف دايما معظم لعبة مصر وكل لعبة مصر بيحب تشتغل معا انه واحد من المدربين اللي بتخلي لعبة كتير تتقلق ويمكن النادي هنا موفر كل الاجواء دي فالحمد لله يعني كان تحدي بالنسبة لي في اول الموسم وان انت بتيجي برضو اسمها دي سموحة نادي كبير وزي ما بقولك الاجواء كلها هنا اجواء كويسة باش مندس فرج عمر يعني كل حاجة موفرة في النادي والاجواء كلها هتخليك تقدر تشتغل بشكل كويس اجواء كلها اجواء كورة كل حاجة متوفرة بيبقى ناقص شغلك انت وطعبك انت يعني والحمد لله الواحد بيطعب وبيكتهد وده المفروض يطلع من اللعيب الكورة في الاجواء دي فكرت في ايه وانت رايح سموحة بعد تجربة البنك الاهلي وانت رايح هتنفس مهاجم من المهاجمين المميزين ومهاجم هدف دوري في السنوات اللي فاتت ومهاجم كبير ومهاجم برضو يمكن راجع من الاهلي فعايز يتحدى نفسه عشان يقدر يرجع تاني يقول لهم لا انا كنت استحق ان انا كنت مع الاهلي المنافسة مع حسام حسن فكرت فيها ازاي وخدت القرار بان انت رايح للمنافسة دي ازاي والله انت اي مكان تروح هيبقى فيه منافسة اه ممكن تكون المنافسة في مكان بتبقى اقوى من مكان تاني طبعا حسام حسن لعب كبير وهدف التاريخ النادي سموحة والمنافسة دايما بتبقى بتبقى يعني صعبة لما يبقى حد قديم في النادي وحد للرصيد كبير في النادي بس في الاخر انت بتشتغل وبتكتهد وبتركز مع نفسك انت وبتركز مع شغلك انت وفي الاخر دايما شغلك وتركيزك هو اللي بيبان في الملعب يعني بس فالمنافسة هتبقى موجودة في اي مكان وفي الاخر المدرب بيبقى هو صاحب القرار في مين يلعب أو مين ما يلعبش واحنا في قوات كتير ممكن لعبنا احنا اللي اتنين مع بعض والفرقة كذبت ومشينا بشكل كويس بتمنى له التوفيق واتمنى ان احنا نفنش الموسم بشكل كويس فادي عندك الرغبة بقى في ازاي اتعدت اهدافك الموسم ده وتعود فترة الغياب دي طبعا انا راجل بلعب راس حربة ودايما راس الحربة والمهاجم بيبقى دايما مطالب انه يسجل اهداف ويكسب فرقته فطبعا بيبقى طموح ان انت كل ما تشي بتلعبه بتبقى عايز تجيب في جون حتى لو ما درتش تجيب جون تحاول تساعد الفرقة ان انت تعمل جون او تبقى مساهم بشكل كبير في مكسب الفرقة فطبعا عندي طموح ان انا هزود عدد اهدافي وانافس على هداف الدور ان شاء الله كم هدف وكم استفادي لها دلوقت انا كل المساهمات سابع اهداف لان دلوقت خمس جون وعمل جونية صنعت ضربتين جزاء؟ اعملت ضربتين جزاء واصنعت جون بمخصوص ضربتين جزاء ايز احكي لك على ضربتين جزاء في مباراة المقاولين وحصل كده ايه لا انا هشوت لا انا اللي هشوت ودخلت وخدت وشوتها و من كابتن احمد سامي تسأل على المواقف ده قال لك اهم حاجة كورا جيت يعني اللي جوه القوط بقى ده حاجة ما انفعش انا قولي الاعلام ايه اللي حصل بصراحة بعد ضربة الجزاء دي والله هو كابتن قبل الماتش دايما بيقول اسامي مين هشوت رقم واحد او رقم اتنين اه فهو في المحاضرة بتاعت الماتش اه قال عمر كلاوة وفادي فريد فانا يعني اسمعت فادي الاول لا ما اسمعتش فادي الاول بس اه بصراحة كان عندي رغبة ان انا اشوت ضربة جزاء وبذات ان انا كان اسمي محطوط في الاسامي بتاعت الناس اللي ممكن discsه دربة الجزاء فكنت اه كنت احابب ان انا سجل يعني ويبقى ازباع الوجود لي والحمدالله يعني تحملت المسؤولية والحمدالله ربنا الحمدالله انا ا جات اه الحمدالله انا ا جات عشان كان كان زمان اعدت في البيت المنافسة في الدورة الساعدة يا فادي شايفة ازاي يعني من زمان ما شفناشên الاسبوع اللي 24 المصري يمكن ااقل اقل والزمان لك عندهم مؤجلات بس مأتواق Youtدي ما شفناش الشكل ده من زمان في الدولة العائلة والله مصر انا شايف ان ده رجع في الاخر لان مستويات اللعبة بقى فيها بقيت قريبة شوية من بعض الفروقات موجودة اه بس مش كتير في فروقات مادية في الاندية وبرضو الحتة اللي هيك جماهيريا في اندية صحاب جماهير وفي اندية مادية مستقرة فده بيخلي المنافسة ما بين كل الفرق لو انت عندك ميزة في حتة معينة فانا عندي ميزة في حاجة تاني يعني فرق جماهيرية الفرق التانية اللي مش جماهيرية عندها ميزة في الجانب المادي ففي الاخر انت بتقدر تنافس الفرق كلها بيبقى في بينها وبين بعضها منافسة زي ما انت بتقول انت من فترة كبيرة ما شفتش برامز اول وانبي في المربع والاتحاد مفترة كبيرة وزد لسه فرقة صعدة من الدرجة التانية وبتنفس في المربع فده يقولك وإحنا الحمد لله مش إن بشكل كويس خامس سادس فده يقولك إن مستويات بتاعت اللعبة قريبة وإن المداربين كلها بتنزل الماتشات بتلعب على ثلاث نقاط ما فيش مدرب دلوقتي بينزل يقول لي فرقة أنا النهاردة عايز أخد بنت من الماتش كل المدربين يعني مش عايز والله مش عايز أكون بتكلم على كابتن يعني أو بس هو دايما بينزل أي ماتش باللعب الأهلي باللعب الزمالي باللعب يعني أهل لعب برامتز الماتش الجاي دايما بتكلم مع الفرقة أنا نازل عايز أخد ثلاث نقاط فده بيدي دفعة قوية طبعا للفرقة وبيخليك إن إنت نازل تلعب على المكسب وارد إنك ما تكسبش بس رغبتك إن إنت أصلا عايز تكسب فقوقات كتير قوي بتكسب والله هو بحكم اللي شفنا الفترة اللي فاتت إن دايما الأهل والزمالك بيرجعوا وبيبقوا منافسين وهما في الآخر بطولة بتبقى ما بينهم بس أنا بش شايف إن برامتز السنة دي يعني بيقدي موسم مختلف عن كل السنين اللي فاتت عندهم رغبة كبيرة وعندهم يعني تسع تسع مكسب متتالي فده دليل إن هما السنة دي بشكل مختلف معتقدش إنهما عملوها قبل كده فشاف إن المنافسة هتبقى صعبة بس بصراحة ما قدرش يعني ما قدرش أقول إن الأهل أو زمالك الدورة هيبقى براهم أحسس إن الموضوع هيبقى صعب بالذات إن دلوقتي خلاص الأهل والزمالك تفرغوا للدورة يعني كان ممكن الدورة يروح لبرامتزلو الأهل والزمالك وقعوا في مطشات كتير وبطولة أفريكا بتتلعب لكن دلوقتي أعتقد بعد ما هما يبقوا متفرغين للدورة أعتقد الموضوع هيبقى صعب السموحة ممكن يفنش في مركز متقدم وكان نفسك إن المشاركات الأفريكية تكون على البطولة بصفة كاملة مش الدور الأول زي ما بيتقال والله إحنا بناخد كل مطش بمطشو طبعا بيبقى حاجة كويسة جدا إن أنت تفنش في المربع وتلعب في بطولة أفريكيا ويمكن لسه لحد الوقت إحنا مش عارفين القرار إيه بتاع الفرق اللي هتروحها أفريكيا فبالنسبة لنا طموح كبير إن إحنا نحاول نبقى في المربع بتاع الدوري ونفنش في الأربعة اللي فوق ولو القرار يخدمنا إن هو يبقى في آخر الدوري تبقى حاجة كويسة جدا ونقدر نبقى موجودين يعني شاف إن إمكانات اللعبة اللي موجودة إمكانات اللعبة كويسة جدا والنادي موفر لنا كل حاجة والمتجهز الفني بتعب معنا كويس جدا طبعا أي حد بيحلم إن هو يمثل منتخب مصر طبعا ده حلم كبير وحلم لأي لعيب وده هدف من زمان يعني نفس حقه إن أنا أبقى موجود في منتخب مصر بالذات مع كابتل حسام حسن يعني رجل بيلعب مهاجم وأكيد وهدف التاريخي لمنتخب وأكيد هتمنى أن أنا أتمرن أتمرن معاه يعني وطبعا حلم يعني حلم إنه أي حد يبقى بس منتخب مصر كنت رأيب إنك تتمرن معاه في الاتحاد لكن البنك خطفت من أسوان زي ما بيقولوا آه وكان في وقت من الأوقات وانا في أسوان كنت تتمرن تحت كيادته طبعا أنا يمكن قلت في قبل كده والله قبل ما كابتل حسام حسين يمسيك المنتخب إن سألت مين مسألك الأعلى دايما كنت بقول بقول كابتل حسام حسن أنه أنا بالنسبة لي هو حاجة مش هتتكرر يعني ظاهرة كانت موجودة مش هتتكرر فكنت أتمنى أنه أشتغل معاه أكيد هيفرق معاه على المستوى التهديفي والمستوى اللعب يعني وبتمنى له التوفيق الفترة الجاية وبتمنى المنتخب التوفيق وأنهما إن شاء الله يوصلوا كاس عالم يعني والله أنا أتبلدت فعلا زي ما أنت بدول في بيت كله زمال كاوي وإعمامي فعلا ممثله نادي الزمالك في فريل أول ولعبه في فريل أول فترات كبيرة يعني أحمد معاز ووليد معاز يمكن عمار معاز اللي هو حرس المرمى ملعبش في فريل أول بس الوقت اللي أنا اللي أنا ابتديت يعني ابتديت أن أنا ألعب في كورة وكده والدي وداني نادي الأهلي وبدأت بقى مسيرة من هنا أن أنا خلاص ورحت النادي الأهلي واشتغلت في النادي الأهلي ولحد آخر مرحلة عمرية يعني نفسك ترجع لأهلي ولا لو جالك عرضي من الزمالك ممكن تروح للزمالك والله اللعب الأهلي والزمالك طبعا شرف كبير لأي حد وأي حد يتمنى أنه هو يمثل أهلي أو الزمالك اتنين ناديين كبارة ويمكن هما أحسن ناديين في أفريقيا وحلم لأي حد يعني كان في كلام في بداية الموسم عن وجود مفاوضات يمكن كابتن أحمد سليمان عضو مجلس دارة نادي الزمالك قال إن احنا بنحاول ضم فادي فريد من نادي سموحة شايف إنه ممكن تبقى خطوة مهمة للفادي فريد ولا فكرة إن أنت ابن النادي الآلي ممكن تخلي الموضوع صعب شوية والله زي ما قلت لك هو طبعا شرف لأي حد إنه هو يلعب لنادي الزمالك ونادي الزمالك نادي كبير وجماهيره كبيرة وشرف لأي حد وطبعا يعني أتمنى إنهما لو عندهم رغبة أنا تحت أمر نادي سموحة طبعا إنه أنا لو في أي حاجة تبقى من خلال نادي سموحة وزي ما بقول لك شرف كبير يعني لأي حد مسلك الأعلى كابتل حصام حسن مدرب منتخب مصر القول بقى عشان محسن محسن كابتل حصام حسن مدرب منتخب مصر عميد لعبي العالم من قبل ما يمسك منتخب مصر أفضل مهاجم في مصر حاليا أفضل مهاجم في مصر حاليا ما قولوله أحسن لعب في مصر أ linear مع شو لعب تحرس مرمى تطمنى يعني تهدف مرمى ما شكلتش في مرمى يعني نفسك تهدف الشيناول الشيناول نفسك تحقق إيه في حياتك اللي جاي والله أنا نفسي إن شاء الله السنة دي أخلص الموسم أبهدف الدوري وإن شاء الله رح منتحب مصري يعني فادي بشكرك شرفتنا ونورتنا في رقم عاشرة ونتمنى لك التوفيق وحمد الله على السلامة من العودة للأصابة وترجع تطألك تاني مع نادي سموح إن شاء الله الله يسلامك مصري وسلامي الكريم رمزي زميلي كريم ده كان لقاء خاص مع فادي فريد مهاجم نادي سموحة وتصريحات خاصة لبرنامج رقم عاشرة وعود لك في الاستوديو زميلي كريم تفضل